اهلا بكم مشاهدين سنستعرض اداء سوق دبي خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنته بالارباع السابقة ان كان بالربع الاخير من العام الماضي او بالربع الاول ايضا من العام الماضي كانت قد ارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي مع نهاية الربع الاول بنسبة 6.3% على اساس فصلي وارتفعت بنسبة 2.8% على اساس سنوي وسجلت السيول ارتفاع بنحو 6% على اساس سنوي مع نهاية الربع الاول من العام الحالي لنستعرض الاداء العام لمؤشر سوق دبي الذي سجل ارتفاعات وصلت الى 6.5 النقطة المئوية كان قد سجل مسيات متدنية في شهر يناير الشهر الاول من هذا العام ولكنه سجل ارتفاع مضطرد وحتى نهاية الشهر الاخير في الربع الاول وهو شهر مارس ما فوق مسيات 3300 نقطة لنطلع الان ايضا على القيمة السوقية لسوق دبي المالي مقارنتها بالربع الاول من العام الماضي 2015 حيث سجلت السيولة 318 مليار درهم ارتفاع فصلي ب6.3% على اساس سنوي مقارنة الربع الاخير من عام 2014 بنسبة 2.8% لتسجل 327 مليار و400 مليون درهم اماراتي هذا بالنسبة للقيمة السوقية ماذا عن قيم التداولات واحجام التداول قيم التداول خلال الربع الاول من عام 2015 كانت حوالي 38 مليار درهم ارتفعت بنسبة 6% لتصل الى 40 مليار 600 مليون درهم احجام التداول ايضا ارتفعت بنسبة 39% ارتفاع جيد من 24 مليار سهم الى 33 مليار و400 مليون سهم ايضا اعداد الصفقات سجلت سعود بنسبة 9% من 400 و1000 صفقة الى 438 1000 صفقة مع نهاية الربع الاول من العام الحالي لنطلع الان على معامل الارتباط ان كان مع النفط او حتى مع الاسواق الامريكية معامل الارتباط مع خام برينت كان قد سجل في الشهر الاول من يناير 2016 0.81 تراجع الى 0.40 مع فبراير ثم عاد للارتفاع مجددا الى 0.74 مع نهاية شهر مارس لعام 2016 معامل الارتباط مع داو جونز تحديدا كان قد سجل ارتفاع باكثر من خام برينت 0.91 بشهر الاول من العام الحالي تراجع الى نصف ثم تراجع ايضا مرة اخرى ليسجل معامل الارتباط مع داو جونز الى 0.16 طبعا هو يعتبر اقل من معامل الارتباط خام برينت على سوق دبي المالي ماذا عن اداء السوق خلال الربع الاول من العام الحالي بالنسبة للقطاعات كانت من معظم القطاعات تسجل ارتفاعات الاتصالات اكثرها 25% القطاع الاستهلاكي 15% من الارتفاعات العقاري 9% الاستثمار 8% وما تبقى من القطاعات اقل من 5% من الارتفاعات ولكن يبقى فقط قطاع النقر على تراجع 3% وقطاع الصناعة من اكثر القطاعات تراجعا بنسبة 17% خلال الربع الاول من العام الحالي تتوزع السيولة بشكل أكبر في قطاع العقارات بنسبة 51% ثم البنوك 26% بالنسبة لما يسجله قطاع الاستثمار من استحواذها على السيولة حوالي 10% النقل 4% ومتبقى من القطاعات المتبقية حوالي 9% من استحواذها على السيولة ما بين قطاعات السوق هذا بالنسبة لتوزع السيولة أكثر الأسهم ارتفاعا في سوق دبي كانت جي أف اتش على رأس القائمة بالارتفاعات استحوذ على 66% من ارتفاعات السوق ثم تلال خليج للملاحة 43% وكذلك في شعاع كابيتل أربتك سجلت ارتفاع ب31% منذ مطلع هذا العام وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي دار التكافل 30% وشركة دول الاتصالات 25% أيضا من الارتفاعات ولكن ماذا عن الشركات المتراجعة دبي للتأمين 10% وكذلك مزايا القابضة الاسمنت الوطنية 17% عمان للتأمين 21% أريج 25% وأكثر الشركات تراجعا هي الاستشارات المالية بنسبة 39% من التراجعات خلال الربع الأول من العام الحالي ماذا عن أداء الأسهم القيادية لدينا دبي للأستثمار سجلت ارتفاعا بنسبة 7% إعمار العقارية 6% لإمارات دبي الوطني 5% نستعرض الشركات طبعا التي كان لها تحرك واضح بنك دبي الإسلامي تراجع ب4% والعربية للطيران 10% لدينا بعض الشركات المؤثرة في السوق ولكنها لا تعتبر كشركات قيادية كبنك المشرق أيضا سجلت تراجعا بحوالي 5% خلال الربع الأول من العام الحالي طبعا أبرز المؤثيرات والعوامل التي كان لها تأثير على أداء سوق دبي المالي تقلبات أسعار النفط التي هبطت ما بين الـ 40 دولار إلى 30 دولار قرارات الفدرالي الأمريكي والذي خفض توقعاته لرفع مستيات الفائدة من أربع مرات إلى مرتين التوترات الجيوسياسية في المنطقة وأيضا لدينا نتائج المالية وتوزيعات للشركات المدرجة في سوق دبي المالي والتي كان لها أثر كبير على تداولات السوق في دبي المالي شكرا